الانتهى منذ قليل لقاء منتخباي مصر والمغرب للشباب موليدة 2005 دي بطولة أو دي تصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب واللي بدورها هتؤهل للمشاركة في كأس العالم للشباب منتخب مصر خسر على أرضه ووسط جماهيره من المغرب 2-1 ويبدو أن المغرب مشكلة حقيقية لرجير ميكالي ميكالي دي الهزيمة التالتة له شخصية من المغرب كان بيقود منتخب الأولمبي لما خسر في البطولة الأولمبية من المغرب في الرباط ثم صافر للدورة الأولمبية في باريس خسر الهزيمة السقيلة من منتخب المغرب 6 أهداف والنهاردة لما قاد منتخب الشباب موليدة 2005 كانت الهزيمة 2-1 بس يا سيد إبريم ده بترجم إيه؟ العمل الجاد والعمل العشوائي الذي ينبت مواهب وينبت مستوى بالصدفة والأمر موكل تماماً من اتحاد اللعبة إلى الأندية الأندية هي اللي شايلة كرة في مصر دلوقتي أيوة وتحديداً النادي الأهلي لكن لا يقدم النظام الكروي للكرة المصرية أي شيء ساعدها على أنها تبقى تنافسية بالشكل اللائق ولكن تبقى محاولات الأندية هي اللي بتحطك في المكانة دي يعني جرد النتائج الدولية من نتائج الأندية الأهلي تحديداً وبعده بمسافة نادي الزمالك أي ولكنه يضع اسم مصر مع الأهلي في هذا المعترك بنسب بخلاف هذا لا يوجد شيء يخليك تتفائل وعندما تنظر إلى القوائم المرشحة لتطوير الكرة المصرية ما عرفش هل هنناقش التفاظيل هنقدر نتفائل ولا احنا مستمرين فاللي احنا عليه لأنه واضح يا أستاذ فراهيم أن من خطط علمياً ومن وضع اسم وطنه قبل تاريخه الشخصي ومسؤوليته هو اللي حقق نتائج فوزي لقطع اعكس بقى نتائج منتخباته تصبح كثيرة نتائج الأندية وهو نفسه استفاد من ثمرة هذا الجهد عندنا كل شيء أنا ثم أنا ثم أنا طيب